ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء الموقع حفظه الله ورعا الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء هذا اليوم بقصر القضيبية وفي مستهل الجلسة أشاد صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بمضامين الخطاب الملكي السامي فيما يخص التطورات التي تشهدها المنطقة وذلك خلال استقبال جلالته لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء الموقع وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبحضور عدد من كبار المسؤولين في المملكة كما أثنى المجلس على نجاح الحفل السابع لتسليم جائزة اليونسكو الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم حيث قيم الحفل بمقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بباريس وحضره نيابة عن جلالة الملك سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وبين المجلس أن هذه الجائزة تؤكد مدى اهتمام جلالته بالتعليم وتشجيعه له باعتباره مصدر المعرفة والإبداع والابتكار والمحرك الرئيس للتنمية وبناء الحضرات هذا وقد تابع صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء التحطيرات الأولية والاستعدادات التي قامت بها وزارة المواصلات والاتصالات وكافة الجهات المعنية بشأن استضافة معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الرابعة والمزمع إقامته في الفترة ما بين الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين من يناير الجاري نظرا للتحديات التي تواجه الميزانية العامة كلفها صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الجهات المعنية للنظر في خفض وتقنين المصروفات الحكومية وخاصة تلك المتعلقة بالمسؤولين الحكوميين يأتي ذلك التوجيه في إطار اتخاذ مملكة البحرين العديدة من الإجراءات لمواجهة تحديات الميزانية العامة جراء انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وحماية مستقبل الوطن حيث بدأت الحكومة بنفسها إدراكا لمسؤوليتها تجاه المتغيرات الاقتصادية ولضمان استمرار التطوير والتنمية المستدامة وحفظ مكتسبات المواطن هذا وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء على جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة فيما يخص التواصل مع غرفة الصناعة والتجارة وتقديم الدعم والمساند اللازمين لاستمرار الغرفة بالقيام بدورها الهام والرئيسي للنهوض بالاقتصاد الوطني بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي اطلع المجلس على مذكرة بشأن ضريبة حماية الصناعة الوطنية على السلع المنافسة للمنتجات الوطنية المثيلة وتمت إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية تأتي المذكرة تنفيذا لتوصية ديوان الرقابة المالية والإدارية بإصدار قرار باستمرار استفاء ضريبة جمركية بنسبة 20% على المنتجات والسلع المستوردة المماثلة للصناعات الوطنية المحمية وذلك في إطار حماية ودعم الصناعة الوطنية بعدها اطلع المجلس على مذكرة بشأن القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتمت إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية يأتي القانون تماشيا مع توجهات دول مجلس التعاون لتوحيد القوانين الخليجية لتحقيق التكامل الاقتصادي وهو يهدف إلى تحقيق حماية أكبر للمستهلكين وضمان مصالحهم وسلامتهم وحماية حقوقهم علاوة على توطين العلاقة المتوازنة والعادلة والشفافة بين مصالح المستهلكين من جهة ومصالح القطاع التجاري من جهة أخرى من خلال تكريس ثقافة الحقوق والواجبات الواقعة على أطراف المستهلكين والمزودين بعدها أخذ المجلس علما بالاقتراحات برغبة والمقدمة من مجلس النواب وما سيتم اتخاذه من إجراءات بشأنها وعقب الجلسة عقد سعادة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد سعادة الوزير أن المبدأ الدستوري الثابت والذي تعمل به الحكومة هو الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها وحين يصل إلى الحكومة أي طلب بشأن الأدوات الدستورية لمجلس النواب سواء بالجانب التشريعي أو الرقابي فهي تتعامل معه وفق الأطر القانونية والدستورية بما في ذلك أي طلب رسمي يتعلق باستجواب أي وزير كما أشار الوزير إلى أن برنامج عامل الحكومة واضح فيما يخص سياستها بخفض المصروفات وزيادة الإيرادات أما فيما يتعلق بالشأن الإقليمي والدولي فقد أوضح سعادة الوزير أن البحرين ليست معنية برفع العقوبات أو فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين أمريكا وإيران وأن العلاقة مع أمريكا استراتيجية ومستمرة منذ سنوات ويتم العمل على مواصلة تعزيزها وتطويرها بشتى المجالات وبالتطرق إلى استضافة البحرين لمعرض البحرين الدولي للطيران أكد الوزير أن المعرض تطور باستقطاب كبريات شركات الطيران وبات يمول نفسه بأكثر من 80% هذا وقام سعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لسعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة ترجمة نانسي قنقر